رغم تسقط تلوج بغزارة في الشمال الفرنسي ورغم تسببها في توقف حركة الصفار على نطاق واسع لم يمنع كل ذلك عددا كبيرا من السياح لجانب من اتمام ما جاء للقيام به من أسقاع بعيدة من الأرض حتى لو كانت من الصين إنه أمر رائع إحساس جميل ما نفعل هنا جنوني جئنا من مكان بعيد لا يمكن لأي شيء أن يمنعنا من فعل ذلك سائقون أمض الليل داخل سياراتهم ونام نحو 700 مسافر في محطتي قطار وسط باريس التلوج المتسقطة على عاصمة الأنوار والتي بلغت كتافتها ما لا يقل عن 15 سنتيمترا أبرزت مواهب جديدة لدى طلاب الجامعات المغلقة ممتع هذه أول زيارة الليل فرنسا جئت خصيصا لمشاهدة بورج إيفل استمتعت كذلك بمنظر الثلوج وهي تحيط به ونتيجة لغياب الاستعداد لمواجهة مثل هذا الطقس ألغيت خدمات الحافلات داخل المدينة وتعطلت بعض خطوط المترو كما أغلقت السلطات بورج إيفل أمام زائر العاصمة الفرنسية الذين أبوا إلا أن يستمتعوا في محيط البرج رغم موجة السقيع موجة تفنن في تجاوزها لهوا ترجمة نانسي قنقر